السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ أمينة أم سليمان كيفما دائما معودكم للبساطة وغادي نشارك معكم واحد المعسلات اللي كيجوا بسيطين ورائعين مذاق أكتر من رائع كيجوا حسن من شبكية أكتر فأكتر وهذه المعسلات ديال الوريدات أو ديال الفراشات فغادي نشاركهم معاكم وغادي نقول لكم كذلك طريقة ديال الاحتفاظ بهم في الكونجيلاتر مدة أطول ويا ربي ترفع لنا هذا البلاء ونشوفوا عائلتنا مرة أخرى ورجعوا لحياتنا الطبيعية ونخليكم مع المقادر وطريقة التحضير في نفس الوقت إذا كنت أول مرة كتشفي قناة مطبخ أمينة أم سليمان ما تنسيش تشاركي بالقناة وتفعلي الجرس باش توصلي بجميع الجديد من الفيوهات مطبخ أمينة أم سليمان وكذلك لاعجبك الفيديو خلي لايك أحتاج 100 جرام ديال الضاقيق قدي نحتاجو شوي ديال مسكاء الحرة باش كتعطينا التعليقة قدي نحتاجو ما يعادي نصف كأس ديال الزبدة مدابة وإيا كنا بحلها كرعاเจي ناخدوها عادية فقدي نحتاجوا 100 جرام قدي نحتاجو كأس ديال حليب نديرو فهي شوية ديال زفران كأس ديال ال�زنجلان مطحون قدي نحتاجو أصفر بيضة ونحتاج القليل من الملح والقليل من النافع والزنجلان عفوا ونحتاج القليل من القرفة وانا عندي شوية دياللوز مطحون القشرة ديالو فكنستعملها باش كتعطي واحد النكهاء دياللوز سبقلي من قبل كنظر حضرتها فغادي ندي المكونات كاملين ديالولي او النواشف كاملين بالنسبة للزبدة فا انا قلت لكم لقدرتو القاسحة فممكن تديرو دوبوها واذا درتو غير دياللعلبة فكما كتشوفوها كتكون اصلا بومات فغادي ديرو 100 قرام وغادي تتمعكوها مع طحين جيدا غادي تحاولو ترملو بها دقيق ديالكم غادي نستمر حتى جانسولي ومن بعد غادي نديرو الحليب ديالي اللي غادي نجمع به اللي خلطو بزافرا فبالنسبة للحليب غادي يخصوني زوج الكووس الا ربع ونحاول ما امكن ما نكترش الحليب من الاول فنخلي العجين ديالي تبقى قاسحة ونحاول نجمعها ضروري انها تكون قاسحة باش هكا ما كتعدبناش في الماكينة ديالنا وفنفس الوقت كتجي مقرملة وزوينة فغادي نبدأ نجمعها بهذا الشكل هادا وانا كنجد بشوية ديال الحليب مني كتبالي راحا قاسحة ما تديروش الحليب في دقة واخا انا قتلكم العبار بالضبط وانما راح تقدر تجيكم جارية لانو بحسب يعني الدقيق واش كيتشربوا ولا لا بزاف ديال الحوائج دونك ضروري انكم تقدروا بشوية بشوية وتجمعوا بهذا الشكل وتحاولوا تدلكوها مزيان مزيان كتبغي دياليك مزيان زيان فواخا كتباليكم راني حاكمها راحا قاسحة غادي نستمر في ديالها وغادي نرجع لكم بعد ما نسالي ديالك فكيبا كتشوفوا خليتها ارتحت قريبا نص ساعة باش هكا كترتح مزيان بعد ما دلكتها من بعد غادي ناخدها وغادي نقطعها بهذا الشكل نحاول غادي باش يجيوني الكورايات ديالي متساويين فانا قطعتها بهذا الشكل هذا ومن بعد غادي نحاول نكور كورات او تاني وغادي نحطهم ضروري ومؤكدة لبنات انها تغطى ما تبقاش عريانة لان هيدا انشفات فغادي تخسر ليكم ضروري اننا نغطيوها فمن بعد ما سالي تلكورات كاملين كما كتشوفوا غطيتها تقريبا عشرة ديال دقايق فارا كتلقنا واحد زيز كتخليها تحكموا فيها وكتخليها كذلك ما تلتسقط ليناش من بعد غادي ناخد كل كورة غادي ندير ليها هكا فغادي ندووزها من الغليظة للرقيقة فانا عندي من ستة ما عندي افوان من الواحد وغادي نازلة فكندير الزوج كندير الربعة كندير ستة حتى كنوصل ما قبل اخيرا من بعد ما كنوصل ما قبل اخيرا فكنناخد هديك العجين ديالي وكنحاول نطويها بحل الشكل ديالي مسمنا وكنحطى اوتاني في بلاستيك غدائي باش كتترتاح لي مرة اخرى وغادي نستمر بنفس العملية حتى غادي نسالي قاعد الكوريات ديالي بنفس الطريقة غادي ندووزها في الارقام ديالي حتى نوصل ما قبل اخيرا وغادي ناخدها وانطويها بهذا الشكل حتى نجمع قاعد عجين ديالي باش هكا جيني الخدمة سهلة ومنتك رفسر واذا بغيتي تسهلي على راسك اكتر فاخودي قاعد الكوريات دوزيهم بهذا الشكل هذا وحطيهم في بلاستيك غدائي كما دائما نغطيهم وبدي تاخدي منها نيشا وتخدمي واذا بغيتي تخدمي فاخودي ربعا ديالي الحبات او لخمسة وبقي هكا دوزيهم وتبدي تطوي تحطي ومن بعد ما سهلية فكيكون هكا هدا هو الشكل وهدا هو القدر لي خرجات لي فغدي ناخدها كذلك غندوزها في نفس الارقم حتى نصلوا ما قبل الاخيرة وغادي نحطها باش نخدمها فانقطع بالقطعة على شكل الشرائط يكونوا طوال واحد شوية باش هكا ما تجينيش يعني صغيرة فانا الاولى قدمتها واحد شوية صغيرة لكن الاخيرة يعني هواخر عفوا ادركت الموقف وقديتها فكنديروا افربعات ديال الصباع ماشي ثلاثة ديال الصباع كيما غادي تشوفوا معايا غادي نوضح لكم نعود نفس العملية وغادي نوضح لكم كيفاش اه تديروا لها نعود نقطع بنفس الطريقة فكنشدها وكندورها بهذا الشكل وكنرجع لنفس البلاسة اللي محتوطة فيها التحتانية هي فين كنسد العجين ديالي واذا كانوا معناش زوائد فانقطعوهم باش هكا ما تجيناش العجين من الوسط من دقصة نفس العملية نحاول نشد بالصباع الرابع وغادي نحطوهم بهذا الشكل فممكن نديروا السيلو كيما كتشوفوا وممكن نديروا غير بيدينا فنحاول نضغطو عليها جيدا صراحة يستحسن اننا نديروا بيدينا لاني في الاواخر كملت غير بيدينا كتجي احسن وكتجي مشدودة مزيان زيان كيما كتشوفوا هادي هي الورضة ديالنا او الشكل ديال الورضة ديالنا فغادي نحطوها في البلاسة اللي كنحطوها فيها لعطة كبيرة او لصينية ودوك اللي كيشي طولينا فغادي نخبيوهم حتى هما بلاستيك غدائي غادي نستمر بنفس العملية حتى غادي نسالي قاع هاد الفرشة ديالي او الورضة ديالي وغادي نرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا شحال خرجات لي من بلاتو او شحال خرجات لي من حبة هاد الكيمية ديال الدقيق ديال او كيلو الا ربع فالبنات ما تبقاوش تخدموه بوحدة بوحدة هاد هي الناصيحة اللي عادي نقول لكم حاولوا تحطوه بزاف ديال الوحدات وابقاو تخدموهم بهاد الشكل هذا يعني او باش ما تشدلكمش الوقت وفي نفس الوقت انتو ما غادي تلتاحوا يعني وجدوش حال موحدة وحطوها عادي بدو تسدوها وتحطوها في اللطة ديالكم هاكا غادي سهل عليكم الوقت وفي نفس الوقت حتى انتو ما غادي ترتاحوا يعني ما تقاش كتجيك الخدمة الصعي بايدا بقيت كتديري بوحدة بوحدة فا كيما قلت لكم غادي انسالي هاد هاد المرحلة هادي غادي نوريكم شحال خرجت لي من هاد الشبكية ديالي فا كيما كتشوفوا خرجت لي هاد اللطة هادي وخرجت لي واحد اللطة صغيرة هادي هي الكيمية اللي خرجت لي من كيلو لارو صراحة كيمية لا بأس بها غزالة بزاف اللي بغت يعني تدوق العائلة ديالها وتفرح بشبكية فهد رمضان فا هاد الكيمية لا بأس بها كيما كتشوفوا معايا فالعسل ديالي ها هو اللي وجدت معاكم من قبل غادي نخليه لكم كذلك في صندوق الوصف كي يجي رائع اللون ديالو وغزال وضروري انه يكون قاسح كما كتشوفوا فوجدت واحد الكسكاس اللي غادي نصفي فيه ومن بعد قدرت الزيت في النار وخليتها حتى سخنات لي مزيان مزيان وغادي نقص عليها بعد ما بغي نحط هاد الشبكية ديالي باش هكا ما يتحرقوا ليش ويكونوا باقين خضرين من الداخل باش يطيبوا حتى من الداخل غادي نحطهم كاملين والبنات واحد الملاحظة انا اللي ما درتهاش هي انني من يلا حطيتهم بقيت كنحركهم فبالتالي ابقوا كي يتهرسوا ليه نحاولوا ما امكان نخليهم حتى يتحمروا تماما عاد نحركوهم باش هكا ما يتهرسوا لناش من الواسط صراحة بالنسبة لهذه الشبكية دي كتجي زوينة بزف واقتصادية وفي متناول جامع بالنسبة للبنات اللي يقدروا يبغيوا يعجنوها بالماء ما يكونش وتوفر عندهم الحليب فغادي يديروا زوج ديال الملاعق ديال بودرة الحليب وتعجنوها بالماء باش كتعطي واحد الماضاق رائع جدا كيكون فيها واحد الماضاق غزل بزف إذا ذرتوا فيها نكهة ديال الحليب فغادي نستمر بنفس العملية حتى غادي نسالي هاد القلية الأولى ديالي من بعد غادي ندوزها في العسل ونحاول ما امكان العسل نحاول نديروا عليها من الفوق باش هكا يعني تشد لي العسل وبالنسبة الواحد الملاحظة هي أننا غادي نخليهم في العسل حتى يقربوا يطيبوا لينا التاليين اللي من وراهم باش هكا يقبطونا العسل مزيان ويتفاو فيه أي يبردوا فيه ويدخل معاهم مزيان ومن بعد ما غادي نحطهم وندير لهم العسل ولما تقرب طيب لهذيك القلية الثانية فغادي نديرهم في الكسكاس اللي نكون حاطه تحت شي حاجة اللي دوز لنا أي تنزل لنا العسل ما يبقاش مجموع لنا في الكسكاس ديالنا وقنحطوهم في الكسكاس باش يستقطروا كما كتشوفوا فراكي يستقطروا ذاك العسل اللي كيكون عندي التحت فكاردو تاني لهذا بالنسبة للعسل جاني قدني نيشان يعني هاد العبار ديال العسل اللي درت قدني في هاد الكيمية نيشان أي كيلو ديال العسل فكنت من شاء الله هالفيديو يكون عجبكم كما كتشوفوا وكتجي مرملة وغزالة كتستحق تجربة وكتجي مقرمشة وكتجي مع الكاب ديك المسكة اللي درنا فيها وكذلك العسل اللي فيه المسكة فكنت من شاء الله يعجبكم الفيديو وتشاركوا مع الأصدقاء ديالكم هاد الفيديو هذا وكذلك غادي نقول لكم طريقة الاحتفاظ فكتاخدوها كتديروا بلاستيكة في العلبة اللي غادي تديروها فيها وكتقدوها بهذا الشكل حاولوا تقدوها مزين ما تحطوها شعر شوائية باش هكا يعني مين تبغيوا تهزوا ما تكونش لسقات لكم وتبقى تهرج لكم كاملة فحاولوا تحطوها مقادة وغادي نغطيوها بالبابيسي في غزاء أو السولوفان وغادي نغلقوها مزيان بزيان حاولوا نديرو عليها حتى من فوق السولوفان للداعة الضرورة والكيمية اللي غادي نخدمو بها فنحطوها بشي طويسة حتانة وغادي نغطيها مزيان مزيان وغادي نوضعها في تلاجة ديالي فقدوما لبنات لمدة عام كتبقى مقرمشة كتجي رائعة جداً كتستحق التجريبة خليتكم على خير نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم وكنتمنى لك يضع قناتي أول مرة كيفما دائماً ما تنسوش الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس خليتكم على خير نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم الفيديو اللي غادي نشاركو فيه بزف بزف ديال الحواج الرمدانية إلى اللقاء نتلقى في فيديو قادم ما نطول شاء لكم شكراً لكم